امبارح شفنا ملحمة كتالونية على الاراضي المدريدية ملحمة كتالونية على الاراضي المدريدية ورغم انها ملحمة ورغم ان برشرونا امبارح قدم لوحة فنية عظيمة في استاد السانتياجو برنبيو استاد ريال مدريد الملك العظيم ورغم ان المباراة انتهت اربعة صفر نتيجة تقيلة قد تصل الى مرحلة الفضيحة يعني الكروية ولكن اللي يتفرج على المطش وبيفهم كرة لازم يقول سبحان الله عجبت لك يا كرة القدم عجبت لك يا كرة القدم اهنا شوفوا عميين بتغزى الامبارح كل الكون كل الكون لان ده اسمه كلاسيكو الارض فكل الارض بيتغزى الامبارح في نادي برشلونة واداء برشلونة ولعبة برشلونة وهنزف لك الالماني المدير الفني لنادي برشلونة وعندهم حق بس تخيلوا معي ان المباراة دي اللي انتهت بنتيجة فضيعة اربعة صفر لصالح برشلونة كان ممكن وعادي جدا انها تخلص اربعة صفر لصالح ريال بادريد هي هي نفس المباراة هتقولولي ايه هقوللكوا اللي ارجعوا تفرجوا على التسعين دقيقة وانتوا تصدقوني اول خمسة وخمسين دقيقة الشرط الاول كله واول عشر داي من الشرط التاني تقريبا كان وان سايد جيم لريال مدريد هجوم من ريال مدريد ودفاع متقدم بطريقة مصيرة التسلل من برشلونة كمية الانفراضات والاهداف اللي تحديدا كيليان بابي وفينيس الجونيور ضيعوها في الشرط الاول كان ممكن تبقى نتيجة ثقيلة لريال مدريد وما كناش وصلنا بقى لأي منتدة تانية في الشرط تاني خلص موضوع انتهى 3-4-0 وريال مدريد خلص الماتش عشان كنا بقولكوا سبحان الله من نتيجة ساحقة الريال مدريد تتحول المباراة في اخر 35 دقيقة الى نتيجة ساحقة البرشلونة وبدل ما تطلع النتيجة 4-0 هنا طلعت 4-0 هنا وبدل ما يبقى الهدفين والمتقلقين فينيس الجونيور وامبابي بقى اليمين يامال وليفندوفسكي ورافينيا مهاجمي برشلونة اللي تفننوا في احراز الاهداف في الشرط التاني كرة القدم ملهاش كبير وملهاش ميزان وملهاش مصطرة وملهاش عدالة الكرة متحب وتكرى الكرة متحب وتكرى زي ما الكرة عملت في ماتشاط الزمالي كوبرامنزو الاهلي وسرميكا في السوبر المحلي الكرة حبت الاهلي وظلمت سيراميكا وكرة حبت الزمالي وظلمت بيرامنزو كمان مبارح الكرة حبت برشلونة وظلمت ريال مدريد لكن في النهاية ليستحق برشلونة بالاداة اللي عمله في الشرط التاني وبالسنفونية الرائعة كلمة اخيرة لريال مدريد ولكل الاندية اللي بتتبع هذه السياسة تكميز اللاعبين النجوم وتكدسهم في فرقة واحدة غالبا غالبا ما يؤدي الى نتيجة سلبية غالبا ما يؤدي الى نتيجة سلبية مش بكابسة اللاعبين اسألوا بقى النماذج كتير اسألوا باريستان جرمان باريستان جرمان كان في لحظة من المحظات كان كليانين بابيه بيلعب ونمار بيلعب وميسي بيلعب ودمارية بيلعب ومش عارف مين بيه منتخب الارض بيلعب وباريستان جرمان ما خدش حاجة ما خدش حاجة لا كاس عالم اندية ولا تشامبيونز ليج ولا دور اوروبي بالكتير كان بياخد الدور الفرنسي فالامثلة كثيرة واسألوا بيرامدز نادي بيرامدز هنا لما كان في الاول فكرة شراء لعبة عمال على بطال ما خدش حاجة لما استهدى بالله كده وبقى بيه عنده سكواد معقول وبيجيب اللاعبة اللي محتاجها اهو بقى قوي وخد الكاس السنة اللي فاتت وبقى بينافس دلوقتي وبقى عنده فرصة في المنافسة على المطلال القصة مش شراء اللاعبين والسلام مش اي حد منور في اي حتة هتوه وخلاص كرة القدم مختلفة عن فكرة ان انا يبقى عندي معلمين كتير في المرعب لان المركب اللي ليها رئيسين بتغرق فالرئيس هو المركب اللي ليها خمس ست رئيسة